ما معنى قوله تعالى في سورة قاف وما مسنا من لغوب اعلم أن اليهود وهم مشبهة نسبوا إلى الله تعالى التعب فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت فاستلقى على قفاه على زعمهم وقولهم هذا كفر لأنهم جعلوه جسما له أعضاء وكذلك الوهابية جعلته جسما له أعضاء فقالت إنه جالس على العرش فالوهابية إخوة اليهود وإن ظنوا بأنفسهم أنهم موحدون فالذي يجب اعتقاده أن الله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات لأنها من صفات المخلوقات فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا أي مخلوقا يلحقه التغير وهذا مستحيل في حق الله كما قال الله تعالى في سورة قاف أي وما أصابنا من تعب إنما يلغب أي يتعب من يعمل بالجوارح أي الأعضاء والله سبحانه وتعالى منزه عن الجارحة فهو يفعل بلا جارحة ولا حركة ولا آلة ولا مماسة لشيء